اشتركوا في القناة بوادر او معطيات يمكن البناء عليها لمعرفة المسار الذي يمكن ان يسلكه موضوع التكليف وبالتالي هل سيستمر الرئيس الفرنسي امانويل مكرون في موقفه الداعم للبنان ام انه سيصل الى وقت يسحب فيه يده من الملف ويخسر اللبنانيون فرصة خروجهم من الازمة هذه تطورات نسأل عنها ضيفنا الصحفي ياسر الحريري اهلا وسهلا فيك استاذ ياسر صباح خير اهلا وسهلا فيك وبالمخرج والفريق العامل اهلا اهلا فيك يعني كما تعلم الاستشارات اليابية المرزمة تأجلت الى الخميس المقبل افسحا في المجال اماما مزيد يعني من المشاورات ابي رأيك كمان الخميس المقبل اللي رح يكون في عنا رئيس حكومة مكلف ام الضا سيصار يعني الى تأجيلها يعني الواضح انه موقف صارت الامور واضحة انه التعطيل اجا من جهة تحت عنوان شروط او حقوق الوزير جبران باسيل هو كان قايدة تحت عنوان طلب نواب الارمان وهيدا بيسموه باللغة خطرا يعني بيسموه انه استخدمه شان ما علي اجله التكلف لأسباب خلال اسباب شروط محددك الوزير جبران باسيل عن نحكي فيها هلأ هاي قطعنا الخميس الى اليوم الرئيس الحليري ما زال هو الرئيس الذي يطرح نفسه المرشح المرشح للتكليف بتشكيل الحكومة وما تزال المواقف المواقف السياسية للكتل النيابي والقوى الحزبية على ما هي عليه ما يعني انه بعد هالامور بستاتيكو اللي نحن مرقنا فيه الاسبوع الماضي على ان على ان يفهم ماذا يريد الوزير جبران باسيل بهذه المرحلة هل يريد ان يعود هو الى رئاس الحكومة اعفوا لو الوزارة انه كان يقول دايما انه طبعا الرئيس سعد الحريري موجود يعني انا لازم يكون موجود او لا يريد ان يكون خارجي الحكومة لكن يريد ان يعيد سعد الحريري للتسوية اللي كانت يعني بيزء منها بتعرف كلنا كان فيه تسوية لبداية عهد الرئيس ميشيل عون بناء على يجا الرئيس سعد الحريري للحكومة يعني هاد التسوية بتعرف بوقتها كيف حصلت كان فيه عنا فراغ رئيس ميمي اللي بدك هل اللي عقوله هل يريد يعني هاد التسوية انا برجح هاي ما بدوا يرجعوا لكل التسوية بس بدوا يعيدوا لشيء منها يعني بعد ممكن فيه احتمال بعد تصير هاد ترجع هاد التسوية بعد كل شي صار للبلاد يعني هلا بكرا نحنا يعني عشية 17 تشرين انا بس عم حاول اقول عمي حاول طالما انه راجع سعد الحريري لرئاسة الحكومة بالتكليف بداية اصبح خلينا بلك في جزء من التسوية على الاقل بما يضمن انه يعود مرشح قوي لدى الفريق السني الاكبر في لبنان لرئاسة الجمهورية يعني ما هو الكلام صار يومتا انه انا مرشح لرئاسة الجمهورية وبدك تدعمني فكان فيه كلام ايه؟ هلا فكتين مرشحين يعني اذا ما نحك ان مرشحين انا بقيت بهالجزئية فقط جبران باسيل يحاول ان يتحرك في حال اخف كلمة ما بهاله المعنى بيقدر ساعتها يسمى مثل الاحزاب التين مثل ما هيصير هيسموا اشخاص والرئيس الحريري بيختار مجموعة اسماء من بيها الاشخاص اعتقد هيدا هي الاساسية لانه الحديث انه الميثاقية والوطنية بالنسبة للميثاقية اليوم يعني بالنسبة لترشيح الرئيس سعد الحريري فينا نقول انه متوافرة لا عم نحكي ميثاقية المسيحية انه اذا قلنا انه اذا قلنا انه تيار الوطن الحر ما عطى الرئيس الحريري كمكلف للتسكيل الحكومي والقوات اللبنانية تيار المسيحي تاني ايضا ما عطى بس عنده 27 نائب مسيحي من كتل من عنده من كتل مختلفة بما فيهم اسليمان فرانجي وغيره حيعتوه في حدود يعني بين 22 و 27 مسيحي حيعتو الرئيس الحريري هاي النقطة بالذات ما كانت متوافرة وقت اللي جرى ترشيح وتولي الرئيس حسان ادياب تشكيل الحكومي كان لا يتجاوز عدد السنة اللي اعطوه نواب السنة نا ستة او سبعة نواب يعني اللقاء التشاوري بوقتها وممكن في حدث تاني البعض في ذاتري وكان يعني بدك تقول بوقتها يعني اذا قول من طرحت الميثاقية كان ميثاقية المجودة يعني تيار المسابل اللي هو باليوم يعني بيمثل يعني غالبية الطائف السنية السنية بوقتها ما حدا يعني حكي عن الطائف السنية غير ممثلة وما حدا اهتم ولا في مثاقية ولا ولا شي يعني ليش اليوم ومع العلم انه فيه نواب مسيحيين وحدتك ذكرت يعني عدد لبأس به انه ومنهم يعني نواب تيار المردة راح يعطو الرئيس الحريري كأنه لا انا عم حاول عمقول معك انه الميثاقية المسيحية بعدد نوابه اكتر موجودة من الميثاقية السنية طبس نهلا بهيد الزروف لكن الامر مش هون هلا بحاجة سمهية لما احنا اليوم عم نعيش ظروف كتير صعبة ظروف استثنائية لبنان مش انه لبنان بالانهيار يعني نحنا اليوم نتخبط اليوم بعد فيه بيسمح المجال نوصل لهيدا الكلام انه ميثاقية وغير ميثاقية حبت يعني لا يكت تخبب هتحكي بالنسبة لعيشينه بدن نخلص من هيدا القزمة لا نبلش نحكي حكي اللي لازم ينحكي خارج شو صار وشو كان خلينا نتفقد انا ياكي انه نحن في بلد لا يوجد فيه رجال دولي ولا يوجد فيه ناس تخاف الله مسؤولين بيخافوا الله بشعبهم هذا اللي عم كنت احكيه انه هيك قصة الميثاقية والناس هاي بيكون فيه ترف سياسي هاي بهاد اللي عم نقوله انه بيصير الوحيد اذا بده يعمل شحي بيرخ لهذا الموضوع بس مش ميل الظروف اللي عايشين حاليا وبيجين كاخر شي مسؤول بيرجع بده يزايد بده يزايد على طرف مسيحي آخر أو بده يبيع للأمريكان موقف بمحل من المواقف وبيجي بده يعرض كتافه ويعمل إنه واح راعي حقوق عم إحكي عن مطلق إنسان ما عم نشير بس جبران بسهيلة أو سمير جاجع أو حتى سترق الشهيلة لا عم إحكي عن كل الناس هيدا بلد متروك حقيقة كانت تبين أنه نحن ببلد ليس فيه لا نظام لا دولة حتى ولا سلطة فيه مجموعة حاكمين هم يريدون الحفاظ على مواقعه السياسية والطائفية والمذهبية مع الأسف بغياب الرأي العامل لبناني الحقيقي مع الأسف ما زال الشعب عم يشوف إنه هول ملجأ للخلاص وأنا بلك من هلأ هاي القوى اللي حكمت من بعض الطائفة اليوم لن تكون هي هي الخلاص للبنان هي من أفلت لبنان وهي من نهضة لبنان بلد مش مفلس لبنان بلد مسروق ومنهوب ومعروفين بالاسم والعنوان اللي سرقوا واللي نهبوا هاي الحقيقة هلأ هاي هاي الطبقة السياسية التي تعيد إنتاج نفسها تستطيع إصلاح البلد أنا أؤكد أنه اللي يجرب مجرب بيكون عقله مخرب مش هيك فبنان على هاو ما بيقدروا يرجع للعيد ولا بإلا على طريقة غازك نعام والمفوض السامي جديد هاو ما بيعرفوا يعيشوا بلا ما يكون السحسوح على رأبتهم ويا حقير ويا كذا ما بيعرفوا هول ما بيعرفوا ليشكلوا حقومات ولا بيعرفوا يعني له مؤسسات ولا بيعرفوا يبنوا دولة نظر أن المصالح الخاصة يعني والشخصية اللي عم تتحكم بإدارة الشيء اللي عم بيصير اليوم وبإدارة يعني هاي دي الملفات والأسلحقاقات يعني المعقدة والصعبة نحنا هلأ حتى ما نروح كتير نحنا عايشين ببلد متمحورين في عنا لبنان داخل لبنان في محاور محور بيمتد من هون لإيران ومحور بيمتد من هون لواشنطن بس هلأ المحاور هاي المحاور هي هاي عم بتعرق لليوم ولا نمشي في العرقة لداخلية يعني يبدو اليوم الخارج ما عم يتدخل بهذه الحكومة لا في ناس عم ما تبيع للخارج اللي ما بدون يعني يعني مثلا هلأ ما انت كدع تحكي عن التكلف أنا بالنسبة لقلي ولقلي كل المواطن أنه الرئيس سعد الحريري هو جزء من التركيب السياسي اللي وصلت البلد لحالة الانهيار صح ولا مش صح؟ الرئيس سعد الحريري ترقص حكومات وحدة وطنية أستاذ ياسر بتعرف الحكومات الوحدة الوطنية لوان يعني وصلت بالبلاد هلأ اليوم في نهج جديد عم ينحكي أنه إذا الرئيس سعد الحريري كان رئيس لحكومة مؤلفة من مستقلين واختصاصيين شو المشكلة؟ لم يمعطي هاد الفرصة لمدة ستة أشهر يعني مش العمر كله لأشهر زميلتي ما في بلبنان ما في بلبنان ما في بلبنان شي اسمه مستقلين هاي كذبة كبيرة بتاخدي اللبناني على باريس وبتاخديها على واشنطن بصير مدني علماني متحضر بس تنزليه من الطيارة بمطر بيروت بيرجع يا سني يا أرطودوكسي بس ما فينا نعمم هيدا الشي عكل الشعب اللبناني ما فينا نعمم هيدا الشي حكومة الرئيس حسان دياب شو؟ شباب طيبين وأوادم بدروش طاغله علي أساس اختصاصين لا تلعهم انت الاحضاء تلعهم انت مين لا اختصاصين لأ اختصاصين لا لا الاخزاب يلي جايبت وحفظتون الاختصاصي وهلا هنشير هاي وعقدش وفكر جار هيك هلا هلا حيصير مجددا نفس الشي للفرق خلينا اتنا اعترف نحنا ببلد لئك خلينا اقول شي أنا ما بدي لا من حركة أمل ولا من طيار المستقبل ولا من طيارة الحر ولا من الحزب التقدمي ولا من الكتاب ولا من حدا انه يعني يزيحوا من المشهد السياسي نحنا واقعيين بنكون نحنا بلد طواقف ومذاهب انت من وقت اللي بتخلق تتحدد مدرستك ومستشفيك وحتى وهالأيام جريدتك وتلفزيونك والراديو تعودك ماشي؟ هذا اللي بيرد هو يحدد حاله ويقوقع حاله بهذا المكان خلينا نقول شيء عهوية نقلتي ايه ونقلتي لأ حاطينك مذهبك انقلتي ايه ونقلتي لأ بديك تكوتي عمؤسسة للدولة بديك تكوني بستة وستة مكرر مش بقينك حتى لو كنت وطنية وعلمانية أنا معك أنا ميالة إلك بس عمقول للواقع أنا هلأ والواقع واللي بيبتضي لحاله انه يحصل حاله بقى يتوقع بهذا الشكل هيدا الواقع اللبناني بس في لبنانية رفضين له هيدا الماضيق نحنا شوفناهم من سنة لليوم في ناس اوكي ممكن دخلت على الثورة وعلى الصوار واشتغلوا وجربوا خربتوا ومشاغبين نزلوا انه ما فينا نقول كمان انه كان في صوار وكان في ناس نزلوا بالفعل كانوا كتير صادقين بمطالبهم أنا هيك ببيروت وبالبنان نعم ما بنعرف انه حراس الأحراش ما اتاخده طول جمالك ما اتاخده كتاب العدل ما اتاخده والضباط ما بيتاخده والعسكر ما بيتاخده وما بتفوتع وما استشفى المناطقية الطائفية المذهبية اللي هون واللي هون هي حصطها المالية من الوزارع القد وهي حصطها القد والجمعيات أنا هم حاول قول أنه ياكي شي أنا بدي أخذ موضولا ما حالت تاني بس أنا هم حاول تقولي واقع لبنان هده هيدا الموقع هيدا الموقع أنا بدي يقول شيني بعدهم بس هذا الفكرة الحديث ما صار الشعب اللبناني وانطفق ما بدنا نكمل بهذا الشيء ما فيش صعب لبناني صار، ما كله شعب لبناني فقط هاي مبالح تتبين معنا انه نحنا تلكتر بيعنا موجودين انت كانوا تحت اه انجي اوز شينكر لضيفنا اللي كان عند رئيس الجمهورية اليوم قال دفعنا عشر مليارات بلبنان خلاص بنا شو نحكي؟ بنا شو نحكي يعني؟ بنا نزيد الجرح بس مصر كمان نكرر لك استوى السياسر فيه ناس كانت صادق فيه راكة بانتفاض اطلاق بصورة انا عم نزله تحت وشافه العالم وبيعرفه فيه ناس انا ما بدلوه انا محل نشكك انا عم حاول اقولك انه بامل وبالقوات وبالكتاب وبالحزب التقدمي فيه اوادم هاي اللي عم حاول اقوله انا انه فيه ناس اختصاصيين اوادم مش حراميه وصعبئيه وفيه ناس بدا تطلع من هاي المنطق الطائفي والمذهب اي انت كيف؟ كيف؟ دليني عواحد بلبنان صادق ياخدك عدولة مدنية بس لمعلوماتك انا بعدك اطلع هاي اللي عم بحكيك هلا عن الشعب اللي صار واللي بدلوه صلى هون واللي طالب بالدولة المدنية والتحرب الطائفية والمسحبية انت بتاعتقد في رأي عام بلبنان تلاتين سنه بيننهب وهيدا الرأي العام ببسكوت؟ عن اي رأي عام تحكيني؟ عافوا هلا قدي احكي ايكم ما زل عم تحبب تكوني انت من انا وانا طبعا انت كنت مشارك انا ميل معك 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 دليني عالرأي العام لبنان هلا بتتب استغفر الله بتكفر الى الله عالشارع استغفر الله ماش الحال ما حدا بيهتز بتخز يصور الزعيم بتاكل رصاصة برأسه الوحيد طب هلا شو يعني اي رأي عام بتحكيني؟ يعني هلا كمان بالفعل انه الانتصد على شي بتعلق بالواتس اوب على موضوع 6 سنت و 6 دولار هلا 6 سنت تركب لزا للبنان 9000 ميلا الدولار هيدا التناقض اللي كما تدقلك دولار المستشفيات نقص الأدية تحريب البنزين هيدا الازلال للشعب اللبناني يعني هيدا انا يوم يعني هيدا التناقض هيدا الشي اللي بده نستوضحه الا اسم واحد فقط ان عندما يطرح كل العالم بده تنزل مجرد ما يطرح اسم سعد الحريري لرئاسة الحكومة ليه؟ ليش؟ انا هيدا الاسم فقط بحرك السورة ليه مش كلهم يعني كلهم لما نزلوا من البداية؟ لانه من الاول مش كلهم يعني كلهم لانه من الاول كان فيه اجندات وفيه ناس قوادم هلا عن جديد بلبنان تنزل يترجع يطلق يطلع شعار قوي ويتسوق له اعلاميا ويندفع عليه اعلانيا بتلاقي الشعب اللبناني عن جد نزل لانه شعب عن جد فقير شعب جد مضروب جد معاملاء مستشفى معاملاء مصروفه اليومي هيدا الكلام صحيح كله بس مشكلتك الرأي العام لانه راح بالمذهبية لدرجة انه صاروا عملوا وعملوا الفساد الثقافي بالمجتمع اللبناني انا اللي عم حاول نقوله انا هيك انه اذا كنا بنشتغل بالواقعية السياسية نعم فيه الواقعية السياسية احنا ما زلنا بلد مذهب وطوائف انا كشخص مثلك ضده بس عمقول بحركة امل وبالقوات وبالتقدمه فيه اوادم وفيه نضاف وناس عن جد بيؤمنوا بالوطنية وناس عن جد بيعملوا بلد طالنا انتو حاكميننا وما قادرين نشيلكون يا اخي يجيبوا الاوات من اللي عندكن جيبوا الناس الاكفاء اصحاب الخبرة الاختصاص نعم نحنا ما عمنا نقول مثلا الحزب التقدمي خبريني كيف باديك تلقي سلمان فرنجي خبريني بالانتخابات بالانتخابات شو عم يصير سياسة ديمقراطية الماعز اريعنا هاي ديمقراطية الماعز يعني بدق الجرس لا يعني كمان هون ما فينا كمان نعمم على كل الشعب اللبناني لانو عم بقلك جزء كبير من الشعب اللبناني رافض هيدا الامر ليش ما بينزل بانتخابات النيابية كل الشعب اللبناني شارك ليش ما عم يشارك ليش ما عم يشارك ليش ما عم يشارك ليش ما بتتشك انا ما عم تنتبه انا دايما معك بس انا عم حاول اقول هاو الاربعين وين كانت من ستين وانا شاركوا لاني ما لقيت حدا قدر صوتك لا اقول باين متلق لك انترا ما عم تسأل ليه ايه بس انا وغيري مسؤول وانت وكل واحد بهذا البلد اذا هيدا البلد ما عنا خيارات تانية يعني ما في خيارات تانية قدامنا أوطان تانية إلا نعيش بهذا البلد بناءنا لمسؤولين يا اما نروح نتبش على الاوادم ونشكله ونقول له نفضله بس اللي عم يصير مش هيك لما انا نحكي شي يعني همايونة وشي فوق الواقع في قوى بالبلد بسكت البلد من 92 من يوم الطائف لليوم بسكت الإدارة والقضاء والأمن والاقتصاد والمصارف تحكمت برقاب الشعب اللبناني انا على اساس كان قبل التسعين الوضع احلى يعني الحرب الاخليجي كانت احلى كان في اخلاق سياسية كان كمال جنبلاط وكمال شعبعون يختلفوا بس كان في اخلاق كان السيد موسى الصدر وكمال جنبلاط يختلفوا بس كان في اخلاق سياسية كان في اخلاق حتى بالهدر وقت لا بده يزفتوا طريق كانت الطريق اذا بتكلف مليون ليرة لانو هديك الايام ماشي تتقري عنو كانوا يدفعوا 95% زفتوا وتوابعوا ويهدروا 5% اليوم اذا بدك تزفر طريق بيسرقوا 95% ويزفتوا بالخمسة ويزفتوا بالخمسة هي لانو 5% كان في اخلاق سياسي كان في اخلاق بالادارة كان في الحد الادنى اليوم نحن الادارة السياسية والمالية والاقتصادية على شو قائمة اليوم هيدا كله قائم وكأنه كله قائم على الابتزاز لا تشعر بهيدا الشيء كل الشيء قائم على الابتزاز يعني اذا بدنا نتقدم خطوة لازم فريق تاني ياخد هيك حتى نقدر نحصل على هيك اول عكس يعني كله قائم على معادلة معادلة الابتزاز بدنا نسميه هيدا البلد لي صح اول شي بدك الجسم القضائي تروح تقعديه بالبيت كله من اول ولا اخر بدون استثناء كله القضاء انت بتحب تشمل يا استاذ يا استجر لك الاكترية والاوادم بيرتحوا أكثر طبعا 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 ما حد عمقول بس بتبلش من هناك بتقليه ان يا شباب شكرا للكون قديتوا خدمتكم هيتعويضاتكم تفضلوا اعدو بالبيت بتروح بتجيب قضاء بتلاقي تركيبة لتعيني قضاء ايه بس هلأ الان هذا الشيء يعني مستحيل هلأ يصير اصلا اذا بدك تعطي هلأ رحت معك محلنا بدنا طلع مستحيل لن نرجع لا مش نرجع فيه هلأ عنا يعني ما فينا نقول كمان انه هالحراك اللي صار ما غيرش بلى ما فينا نقول غير شو اللي غير غير انه على القليلة هيدا الحراك خلى الناس تحكي ترفع الصوت صار تسمي صار يعملوا الحساب صار يسمي بالاسماء صار يعرفوا انه هيدا الشعب بيتحرك بس مع الاسف انا كنت بتمنى الشعب اللبناني يتحرك مش قوة اه و كيب بدي اقوله حتى ما اكون عمشين يعني اللي تبين هلأ انه كان فيه قوة معينة ما تحرك الناس طبعاً وفقاً لجوندا سياسي وهيكي شايفي شايفي انت ما بعدك انت لياها من شوي إذا 6 سنت واتس أب عملت 17.20 دولار 9000 وبلا شغل والناس في ناس بتعرفي انت انه المعاش ومليون ونص صار قداش يعني 120 دولار مش هيك والفي ناس هلأ ما بتقبض نص معاش وفي ناس بعطلوها 15 يوم بطالة 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 60 بالمية حتى هلأ بسألة السيولة فيما يتعلق بالليرة اللبنانية 60 بالمية تحت خط الفقر من اللبنانيين كله هيدا ما حرك بس 6 سنتات حركت ما هاي ما اسأل الحد في العاقل شو بما لا يليق فإن لاقا له فلا عقلا له يعني بدك تحرك انه 6 سنت بتحرك شعب وهيدا كل الانهيار ما بيتحرك معناته هاي القوة كانت رايحة بتتجاه جونب السياسية نحنا خلينا نقول انه انا خلينا لك تأدير هلا اليوم نحنا امام مبادرة امام فرصة اخيرة لانقاذ هيدا الوضع لا مش صحيح مش صحيح معك كثير عنا فرص ومبادرات يعني فعنا هالأهل مبادرة الفرنسي ليه وليه ما منتلقفها يعني فانا هقول التالي اللبنان سيتفكك اقتصاديا وماليا للاخر لبنان سيتفكك ماليا واقتصاديا للاخر وسينهار للاخر واي حدا مصدق انه في شي حيغير انا تقديري سلطة الطائف انتهت سلطة اتفاق الطائف بالكامل برموزة باشخاصة بعد ادحانة وقت الرحيل وبناء على ما يشهده لبنان اليوم هو تفكك للدولة بلا مدافع وبلا رصاص قبل ما نرحله مش كان مفروض انه يطبق مش نحنا عمل رحله لا لا مش نحنا عمل رحله مش نحنا عمل رحله القوى اللي عملتوا هي عملت رحله لانه لبنان لازم يركب هلا عم نحكي حكي كثير جمدي لبنان لازم يركب مجددا بالسياسة والاقتصاد وفق اللي الخريطة الاقليمية الدولية جديدة بالمنطقة نقلنا اي وقلنا لا لذلك سنشهد انهيار المصارف وانهيار الليرة مش بعته بالطالع سنشهد انهيارات اقتصادية اكتر مش بعته بالطالع سنشهد عمليات درب لكل شي اسمه نظام مالي بتنعرفه او او قرينا عنه هاي ليه لو اي بدنا نوصل ليك مسيرة اللي صار بالبلد واضحة انه لبنان باتة على باتة يعني على مشارف ان يكون بيه وفق خريطة اقليمية استراتيجية جديدة وفق المنظومة الجديدة للعالم يعني نحنا مش جزيرة من فصلة بلشنا نعمل بالاتفاق الاطار تفاوض مع العدو الاسرائيلي منشان حقنا نرغاز بالطاقة والثرة نعم ترسي ماشي بلشنا نشوف انه فيه كلام عن ميثاقية بيقول البترك الراعي وبيقول عن التعايش بلشنا نسمع كلام من ماكرون وارجعنا فيه بس جعلوا بمحل تاني تطوير النظام وفي مؤتمرات في مؤتمرين كان مفترض يعملون بفرنسا مش هيك مؤتمر الاقتصادي المالي ومؤتمر سياسي حول النظام بحال تلقفوا هاي الفرصة وشكلنا حكومة ميمية فمعناته نحنا صرنا بمحل تاني هيدا انا برأيي مش لانه نحنا لبنانية حلوين والشعب والغرب دايب فينا وبدو لا لانه مقتضايات الخريطة الجديدة للمنطقة تقضي بان يكون لبنان بالسياسي وبالنظام المالي بتركيب جديد مع المحافظة على المكونات الاساسية بالبلد لكن نفق ترتيب جديد هيدا الشي اللي عنا نشوف هيدا هيدا الشي اللي بدو يصير وغير هيك اي حدا سياسي بيطلع بيخبرك بيكون مطلع يقول قصيد تشارك بيكون كذاب او عم يحاول يقامل الناس انا بدأ الناس بدأ لكل اللبنانيين بيدوس بشكل مباشر يتعاضدوا يتكافلوا ينبشوا على الفقر بيناتون يسيادوا بعض نحنا مقابلين على ستة شهر كتير صعبين حكومة وبلا حكومة ما حدا يكذب عليكم طب اذا ما حكومة اذا ما حكومة مثل ما عم ترحها الرئيس سعد الحريري يترميل هيدا المؤتمرات تعقد وينتعش الوضع الاقتصادي وهال المؤتمرات تصير وترجع تجي الاموال وسادر وغير سادر وفرنسا انت عندك فكرة انو ما هيعطوهم مصار بيدو افضل ميمي عندك فكرة انو هاي المؤتمرات وهيدا الشغل اه كله سوا بدو يصير تحت رقابة من البنك الدولي ايه شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ انا سألك سؤال اذا واحد بدو يعطي بدو دولة تعطي دولة تقرد دولة مليار دولار هيك ببلاش تقرد اياها تعطيها ببلاش ولا بده شي منها بيكون والله الناس يكون هني كاريتاس او هني جمعيات خيرية الدول جمعيات خيرية لا اكيد في عندها مصالح ايامتا راح زار رئيس الجمهوريين؟ زاروا بهاي الزيارة ايامتا؟ يوم مش هيك؟ ليش؟ صباحا؟ ليش ما زاروا قتل ايجن المرة الماضي وقعت تلتيا؟ ليش زاروا بعد بعد الاتفاق حتى اشيت كمية بمواقف الرئيسة؟ تير مية بس هيدا كله صار بعد جلسة النقورة مش قبل جلسة النقورة مش هيك؟ بتعطيني بعطيك بتعملي اجتماع بالنقورة بيجي بزورك وبعترف بوجودك هذا اللي صار ايه ليشو لبنان يعني كان قبل ديت ترسيم الحدود وهلأ صار معو؟ لا ما هيك اصدقلك اصدقلك المصالح لا 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 انا اصدقول انا كنت عم نحكي عن نقطة المصالح انو ما في دول بتعطيك اجانا دايما في شي بالسياسة والاقتصاد هيك اصدقلك امش قد انا كنت عم بحكي بهالنقطة يعني معنى انت ما حدا يصدق انو حيجي يعطونا مليارات اذا اجت هاد الدول حلق حتى تنتشل لبنان من هاد الازمة وتنتشل الشعب اللي عم تحكي انو لوين وصلنا يعني نحنا منقلهم لا طبعا لا طبعا لا بس بتعتقدي هاد الدول هتعمل هيك وتيجي تحط مال عم بقلولك بدك تعمل اصلاحات شو المشكلة اذا عملت اصلاحات ما نحنا هادة و هادة مطالب الشعب اللبناني بتعتقدي هاي المجموعة السياسية اللي خربت البلد بتعمل هي اصلاحات يعني صار انا الاوان ما عد في مجال ما عد في مجال وقلق العقوبات والعصاء اللي يعني عم بتحدثوا عنها خبر خبرية انا بدعي القيادات باللبنان وحديدا رؤسات التلاتة وقوقات التواقف يعني تبري لبنان شركة 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 بكل ما تعني كلمة معنا وهني رؤسة مجلس الادارة والشعب اللبناني موظف عنده عادة صاحب المصنع بيهمه يضل الموظف عنده بصحة جيدة وعم يكل ويشرب ويكذر وينبس لتاني يوم يجي عالشغل يشتغل لحب تاني ياخد هاي داك الانتاج وبيع ويربح يعتبر الشعب اللبناني موظفين بشركتهم وانا معك لكن الواقع نشاهد الواقع عمليات النهب والسرقة بالدول اللبناني وبالشعب اللبناني وصلت لمحل حتى الشيطان ما بيعرف يسرق قدمس رأولك يعني الخارج والمحاول هلا يعني اوكي فيه تدخلك مش عم نقول لا انما اللي صار باللبنان الخارج ما الو علقة فيه الداخل الو علقة فيه الداخل الو علقة فيه والفساد الموجود تعدي مع سفير دولة عربية او سفير دولة غير عربية حدتك بعدك عم تقول انه الفساد اللي صار باللبنان والهدم ايه منظم منظم وبإشراف اقليمي ودولة خدي مني تعدي مع سفير عربي او غربي عم تخبرك تعري يعني قاعدت مش عم تخبرك انه قالولي بيخبرك عن الفساد بلبنان اكتر اكتر ما بيعرف اي شخصية بلبنان بالتفاصيل بيخبرك طبعا لانو السفر ربي عرفو شو عم بيصير شو قاعدنا عم يعملو بالتفاصيل بيخبرك بالادارة هاي شو فيه وبالادارة هاي شو فيه وبهي الوزارة شو فيه بيخبرك اذا كان صديق وبأمن انك تسمعي وما تقولي بيخبرك بالتفاصيل كان الفساد ديوق بالالفان وسبتعاش اه كتبت مقال بجالية الديار بيكتر جاعي شو فيه انه الفساد بلبنان منظم السفرات امريكية وغربية تملك ملفات كاملة عن الفساد اللبناني بالكامل وتستطيع تحريك الشارع متى تشاء بقالول الفان وسبتعاش كتبت هذا المقال بعض الاصدقاء قالول انت مجنونش وشايف بمنامك عم خبركم معلومات وكتبت وموجود فيك تحطي على جوجل ويطلقت دالك بالالفان وتسطعاش تبينوا واجه شينكو بزيت وحكي قال نحنا دعمناكم لتشتغلوا ايجي قاعد مع المجتمع المدني وغيرهم ايجي قاعد قال بعمنا واشتغلنا وحطينا مال وهدي كلاهم بيش تشغل خارجين طب بدايتها له هاي الثورة ما كانت عفوية البداية في لبنان مفيش عفوية انا انتبه شعبنا انبلغ شعبنا مبلغ انه الفقير في لبنان نزل والمحتاج نزل بس دايما دايما في الثورات كيف يعني في شي بعلم بالعلم بعلم هايك اذا تقري عنه بعلم الامن والخارجية والدبلوماسية في شي اسمه خلق الازمات خلق الازمات خلق الازمات من اجل استغلاله للوصول لاهداف سياسية تريدها هاي الاجهزة يعني اوقات دولي مستقرة لايك هلا ارمينيا واذربيجا فقنا الصبع مش تبكين حتى كان متوقع لا كيف ما في شي وصروا من هلا هو فيه سراع كان بالماضي على القليم ووقف صروا 15 سنة وماشي الامور وانتهي وما في القصة وكل واحد باللحظة فقنا الصبح لقيني هن دبكينا ليش هايك سياسة نشوق الازمات هاي تشتغلها اجهزة مخابرات ضخمة من اجل ادارتها وبالتالي استغلالها لاهداف سياسية بلبنان نفس الشي طيب لو ان بدنا نوصل استغلال كل هايدي الامور لو ان بدنا نوصل طب بترسيم حدود ومفوق بلشنا لو ان بدنا نوصل بعد انا برأيي نحنا بعد بقلتلك انه النظام اللبناني المالي والاقتصادي سيتفكك بالكامل ولا مش مزبوط انه نحنا حنروح خلال ستة شهر لحلول لا مش صحيح ابدا مش صحيح نحنا حين لأزمة اكبر كل ما هنالك نعم نحنا في ملفات مرتبطة بالصراع بالمنطقة لازم نديرها صح اذا درناها للملفات صح بيقدر لبنان يرجع يكون حاله بس بشرط اللي كنت عم تتفضل عليه انه هاي سياسة السرقة والهادر والفساد ما عطب شي ويني عكرة حال بك كمان متبضلت انتي من عشداء قلتي حتى هني ما عشتزبت موصر ومضطرين يروحوا على إصلاحات لأنه عم يخسروا ناسهم نحنا قدام هيدا الواقع مع الأساب لكن عم يخسروا ناسهم بالداخل وتحت المشهر الدولي خليني اقول أكتر في عقوبات جاية عقوبات كانت على فريق معين انما اليوم بدي تكون في عقوبات خصوصا إذا تم افشل المبادرة الفرنسية أكتر وأكتر يعني بفرنسا عمين حكا كل الملفات المتعلقة بالسية كل هيدا نوبشت وبدو يصير في عقوبات لا خبرك الخبرية بفرنسا في محلين بيبيضوا بيخسل الأموال فيهم بلوكسنبورغ بيكانيا بموناكو واحد من الاثنين والمصرفين معروفين ليش سميهم معروفين فتلتة ربيع اللبنانيين اللي اشتغلوا بالسياسة وجابوا مال من السياسة بأكتر الأموال ما حطينا لا بسويسرا ولا بأمريكا النسبة القليلة حطينا بسويسرا وامريكا بلوكسنبورغ حطينا يعني قادرة فرنسا تتحرك يعني قادرة تجمد بعدين في جهاز مخابراتي مالي فرنسي متل السياي اي يعرف هيدا السياي اي بيستعينوا فيه لا يعرفوا أثياء العالم لنجيبوا بصريتهم فبالاسم عارفينونه بالرقم شاك قلتلك انا انه اللي نهبوا البلد وصراءوا البلد معروفين بالاسم والعنوان كلهم سوا منشان هيك مصلح حطهم انه على القليل نعم يلوخوا بس السؤال الكبير انه نحنا حاضرين كشعب بعد كرأي عام هيدا البنا نقوله وهنا بديوهنا عندك انا لا هنا عندشتلك انا معك انه هل الرأي العام اللبناني بعد هاي المعاناة خاصة هالفترة هاي السنة هاي هل حقيقة انه مستعد يرجع يعيد نظر باللي عم ينتخبهم باللي عم يشوفهم باللي عم يرجع يجددهم حياتهم السياسية بحاسب هلا اكيد كمان بسودك كمان اولين انتخاب قانون انتخاب يخدموا اللي يحققوا هيدا هلالشعب اللبنان هون هلاللأ هون انا بديك رأيي اذا بتذكر مفاتت مقابل الانتخابات لما بيكونوا عم يشتغلوا على قانون انتخاب كم قانون انتخاب بشتى عينا بديك رأيي هلاللأ رأيي هلاللأ رأيي هلاللأ رأيي هلاللأ رأيي ننسى كله امور على القوة الوطنية المجتمع المدني هلالأ محكي عليه انا هلالأ والقوة الحزبية الشريفة بالبلد ان تنزل الى الشارع من اجل الضغط لإقرار قانون انتخابي يبطني خليهم متحكمين فينا بس هاي وزيلي بس هاي اذا أملنا قانون انتخاب نقدر ننتخب بدون ما يكون فيه تصوت بدون ما يكون فورا بيعرفوا كل واحد كم نائب جاي اللي عنده حسبينا بكل الأوانين هلالأ خلي الجامعي المجتمع المدني وخلي الرأي العامي يشرف ينزل يعمل انو انتخاب يضغط يعمل انو انتخاب عادل ويمس العجل شكرا إلك صحافي ياسر الحرير شكرا لوجودك معنا شكرا لكم أيضا مشاهدين نشهة اخبارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة